يبدو أن طريقة دمشق أنقرة لا يزال مليئا بالحواجز والعقبات فأنقرة التي أبدت رغبة كبيرة بتطبيع العلاقات مؤخرا عادت إلى لهجتها القديمة لهجة التصعيد التي تحدث بها وزير الخارجية التركي حكام فيدان أمام البرلمان التركي بقوله أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يريد السلام لسوريا ولا يمكن مناقشة انسحاب القوات المسلحة من سوريا إلا بإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة فيدان شدد على هذا الشرط التركي للتطبيع مجددا وأضاف أن الجانب السوري لا يبدو مستعدا أو منفتحا على تقييم بعض القضايا ردا على سؤال حول وجود أي اتصال دبلوماسي بين البلدين وزير الخارجية التركي قال أيضا أن دمشق غير منفتحة حتى على التفاوض مع المعارضة السورية وعلى الدور الأمريكي قال حكام فيدان أنه لا مؤشرات مبدئية حول سياسة ترامب في سوريا وأنه لا يمكن اتخاذ توجهاته في ولايته الأولى أساسا لشكل سياسته بالولاية الثانية وأتابع وزير الخارجية التركي أنه طالما أن واشنطن تتعاون مع الكرد في سوريا فأن المشكلة الاستراتيجية لتركيا ستستمر معتقدا أن ترامب تعلم مما حدث بالماضي في إشارة إلى سياسة جديدة فيما يخص هذا الملف وعما يتردد عن مزاعم وجود مفاوضات بين روسيا والإدارة الأمريكية الجديدة بشأن سوريا قال حكام فيدان أنه إذا حدث تجميد أو تخفيف في الحرب الأوكرانية الروسية فقد يتحدثون عن أمور أخرى تتعلق بالقضية السورية سوريا